و الراح دعوا الى اجتماع بحضور رئيس الوزراء و اغلب قادة الكتل السياسي سيان و عرض عليهم احنا مارين على وضع اقتصادي كذا و لازم نزود سعر الصرف و ما عندنا فلوس و هذا زيادة سعر الصرف في الطير انه 20% من الرواتب و و و و و و اكسترا و اغلب قادة الكتل السياسي و وفقوا يعني و وفقوا اللي يريد يذبها برأس التيار الصدر وحده واهم انا نطيق شهادة للتاريخ اهه نعم التيار الصدر وافقوا في هذا الاجتماع اللي كان قلوا لا احنا اذا انت مقترعين في هذا الموضوع و هذا اجراء حكومي و كذا يعضد الدولة و الى اخر احنا موافقين من طلع الموضوع للإعلام و صارت ردة الفعل عكسية من قبل الشعب العراقي كل الكتلة تخلت اعلاميا التيار الصدر الوحيد اللي بقى من تمسك قال لا احنا طينا موافق و نبقى من تمسكين و لذلك عصبت برأس من برأس سائره احنا في يوم التصويت على الموازنة اغلب الكتل السياسية ما عدا كتلتين اغلب الكتل السياسية قالت احنا موافقين و اي اعتراض او كذا او هي ترى ما يفيدكم عصبت برأس سائرون طبعا عصبت برأس سائرون و صارت الازمة ازمة بوابة عشتار و ستمئة مليون دولار كذا و الى آخره و قدم استقالته اي قدم استقالته بها هالأمور يقول لك عمه وضع فاشلان ما قدر سيسلم اي قدم استقالته جابوا هذا الرجل الاحسان اي وزير نفط صار لأيضا سنتين و نصب حقومة الكاظمي ايضا له و له و ما له و عليه و ما عليه العنو على رأس مو بأول ايامه كشف ملف فساد بثمانموية مليون طبعا انا متأكد هو كشف عن طريق ترابط ما بين عملك وزير نفط و وزير مالية لأن الشركات النفطية اللي كانت عندها امانات في الهيئة العمل للضرائب كانت الداع و ما ينطونهم